اشتركوا في القناة واجمع شمل المسلمين برحمتك من المشفق إلى المغرب آمين يا رب العالمين وصحبه أجمعين أحبتي في الله نحييكم من خلال برنامج نفحات رمضان التطرف والإرهاب مشاهدين الكرام هو من المسائل التي تهدد الدول والمجتمعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ولعل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هي من أوكد الأمور التي يقف عندها الفرد منها أو التي يجب أن نقف عندها لمقاومة التطرف والإرهاب اطلالة على هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد نجم لوهيبي بحث مكون في الخطابة وتواصل بالمعهد الأعلى الشريعة أهلا بك دكتور في هذا الفضاء شكرا مبارك الله وفيك دكتور اليوم الإرهاب والتطرف من المفروض أن نتطرق إليه في كل المناسبات باعتبار أنه يهدد سائر المجتمعات والدول في البداية قبل أن نتماع في هذا الموضوع أرد أن أقف عند كلمة التطرف وكلمة الإرهاب ماذا نعني بها في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بيود أن أوضحها أمورا أساسية كلمة الإرهاب في حد ذاتها لا تعني غير التخويف قل الله تعالى وَأَعُدُّوا لَهُمْ مَا اصْتَطَعْتُمْ مُنْ قُوَّةِ وَمَنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ووردت كلمة الإرهاب بصفة صغة الفعل أو الأمر بمعنى التخويف ولكن في عصرنا الآن لعشرية مضت أو أكثر أصبحت كلمة الإرهاب تعني في المجتمع وخاصة بالتناول الإعلامي في كل بلاد الدنيا أنها تعني القتلى تعني التشريدة تعني تيتم الناس وكل مظاهر التي تسيء إلى الإنسان ككائن يعني مفضل الكلمة الثانية وهي التطرف التطرف هو من ناحية اللغوية هو كل أمر يخرج على حده المعقول ولو كان في الحياة العامة أمرا عاديا إذا بالغن فيه انقلب إلى ضده فما يمكن أن أقوله في هذه الحصة ليس تناول الإرهاب بالمفهوم الذي درج عليه المجتمع لأن ذلك أمره طويل وأخذ بالمعالجة من وجوه كثيرة عولج أمنيا عولج تربويا عولج دينيا وغيره أعتقد أن موضوعنا يتعلق كيف نتوقع الإرهاب في ذلك أولا لا بد أن نبحث على أسبابه نعم نحن أكيد في الانتلاقة يجب أن نقف عند الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب والتطرف حتى يكون هذا السعي ناجحا فبرأيك دكتور ماذا عن الأسباب؟ الإرهاب هذا الذي يقن في أصله هو التخويف وانتقل إلى إجرام بمفاهيمها المختلفة الدراسات منذ القديم بيّنت أسبابه منها ما هي أسباب اجتماعية ومنها ما هي أسباب تربوية ومنها ما هي أسباب نروحية دينية ومنها ما هي أسباب اجتماعية نفسية ولكن طرق المعالجة هي التي اختلف فيها هناك من يرى أن الحل الأمني هو الأنجع أي وهناك من يرى أن الحل الاجتماعي هو أفضل لكن ما يمكن أن أقول أن الأرهاب هو وليد ماذا؟ هو وليد سلوك متطرف عند الشخص إما سببه المجموعة أو سببه ذاته أعطيك مثال كيف دكتور؟ أن الإنسان إذا لم نهتم به كفرد في حياته لقلنا له واجب المجموعة إزاءه يعني عنده حقوق عند المجموعة انطلاق من الأبوين عنده حقوق لدى المدرسة عنده حقوق لدى المؤسسات الدولة وعنده حقوق لدى المجتمع العام فإذا حرم من الحق الأول والثاني والثالث لا يفكر في عقله ذاك أن يأخذ حقه وإنما يفكر في رد الفعل رد فعله لا يستجيب مع المنظومة الاجتماعية للناس ولذلك سيلفت الانتباه برد فعلا قوي إما أن ينهب أو يسرق أو يقتل أو يختطف أو يمارس أي سلوك قد يرى فيه أنه يريد أن يثبت ذاته ولكنه لا يدري أنه يسئ إلى المجتمع وفي بعض الأحيان يسئ حتى إلى نفسه إذن فمنطلقات الأرهاب لا بد أن تحاصر من أساسها ومن منبعها في أن المجتمع يجب أن يكون واعيا في تنشئة أفراده تنشئ متوازنة ليقلل من العدد هذا الذي ربما يذهب إلى التطرف ويمكن أن يعالجه معالجة سوية معالجة تربوية معالجة أخلاقية يعني دكتور الإقصاء والحرمان من الأسباب التي تفسر التطرف والأرهاب يعني الجانب الروحي في نهاية الأمر إذا اهتممنا به هل يمكن أن نقطع مع سبول الأرهاب والتطرف دكتور الجانب الروحي هو أمر عام بماذا ينطلق لما نقول الأمر الروحي ينطلق مباشرة إلى الدين والوزع الديني لكن دعني أقول لك الطفل قبل أن يصبح كائنا متدينا عاقلا يدرك واجبات الدينية هذا الطفل هو مجموعة مشاعر هو مجموعة أحسيس إذا لم نعطه حقه في العائلة أغمطناه حقه ظلمناه مارسنا عليه سلوكا سيئا جعله يرد الفعل أو يؤجل هذا الفعل وهو ضعيف فإذا شب وكبر سينتقم لنفسه ولذلك فالجانب التربوي أساسي جدا بعبارة أوضح أن حول دون تكون عقد نفسية واجتماعية لدى الطفل ثم العقد الدينية التي يراها لا أقصد منها في الدين وأن ما عقده الروحية هو أنه يرى نفسه منبت لا هو كائن متدين لأن التدين يعطي توازن أي ولا هو كائن مربى ولا هو كائن مشمول بالرعاية والإحاطة في الأسرة في المدرسة في الشارع ماذا تنتظرين منه؟ ستنتظرين منه ردود فعلا هو غير قادر على كبحها لماذا؟ لأننا لم نسلحه بعلاج الروح لم نقربه لم نعوده أن يكون كائنا عاقلا يشعر بمسؤولية التوجاء الآخر لم نعوده أن نحترمه لأنه لو علمناه أن نحترمه سيحترم الآخرين تماما ولكن إذا أهلناه وكررنا الإهانة بمختلف العصور والأماكن ومكونات التربية لابد أن يرد الفعل يعني دكتور سنعود إلى النواة الأولى وهي الأسرة في إطار تصدي العائلة للإرهاب يعني في شهر رمضان مثلا إذا أردنا أن نعود إلى حيث الواقع نحن في شهر رمضان فرصة ربما للتواصل أكثر من سهل الأيام بين الأولياء والأبناء بحكم التوقيت تجتمع العائلة أكثر مما مضى هل هذه فرصة للتواصل مع الأبناء فرصة لدعم الجانب الروحي في أبنائنا دكتور بالنسبة للأبناء انطلاقهم في الأسرة ينطلقوا من القدوة دوما أنا أقول أن الأب والأم هما وخاصة الأم هي المدرسة الأولى لماذا المدرسة الأولى بحكم علاقتها الأكثر مع الأبناء لأنها الأقرب إليهم وهي صيفة ميزها بها الله سبحانه وتعالى ثم أن الطفل إذا لاحظ في أسرته ميل إلى التواصل مع الآخرين ميل إلى حب الآخرين لا يمكن أن ينشع على غير ذلك أنا أعرف أناس وتلاحظونهم في الشارع إذا أراد أن يقوم بعمل حسن كلف به ابنه الصغير يعطيه رغيف وقل له أخرج للمتسول قدم له يعطيه دينار وقل له اذهب على أبواب الجامع وقدم الآخر يصطحبه معه في الجامع يصطحبه معه في المجالس النبيلة في المجالس التي تربي الأخلاق وغيره يفعل العكس هذا سينتج أو يفرز شابا أو طفلا متوازنا يحترم ويحترم وهذا ينشئ شخصا قد أثار في نفسه الغيرة فلا نؤلبه انظر فلان كيف فعل ونحن لا نكسب مالا انظر فلان كيف يجني المال ونحن لا نكسب انظر عمك أو جدك أو خالك ما له من أموال ونحن فقراء فهذه الأشياء الصغير يتقبلها وتنطبع في ذهنه تخزن في الذاكرة إذا وجد في ذاته ساعدا مفتولا وصوتا عاليا وقدرة بدنية على رد الفعل لن يتوانى في ذلك بينما لو عودناه العكس على أن يحب الآخرين أن يتجاوز معهم أن يحسن إليهم أن يمد ما فضل من طعامه إلى الآخر ما زاد عن حاجته إلى الآخر لا ننتظر منه إلا شابا يمكن أن يقدم للمجتمع ولهذا فمسؤوليتنا آباء وأمهات ومربينا ومسؤولينا في كل مناطقنا وفي كل أماكننا نحن مسؤولون بدرجة أو أخرى على هذا الجانب فشهر الصيام أعتقد هو فرصة نربي فيها أبنائنا على أن يشعروا بغيرهم فإذا شعروا بغيرهم في كل الحالات لا خوف عليه نعم جزاك الله ألف خير والله بالفعل دكتور ما قلته قدمت أمثلة ملموسة جدا حتى ندفع الأولياء إلى استشعارها لكي يعمل بها الأبناء يعني فرصة رمضان إن شاء الله ثمينة وإن شاء الله نكرس مبدأ الحوار بالدعوة إلى العمل بهذه القيام النبيلة في إطار مساعدة الآخر في إطار دعم الغذاء الروحي لأبنائنا طيب دكتور في شهر رمضان أكيد أن الجانب التضامن يتجلى كما قلنا في حصة السابقة يتجلى في إطار التعامل مع الآخرين كيف يمكن أن نستغل شهر رمضان للقطع مع الإرهاب في إطار دعم التضامن كل أشكال التضامن شهر رمضان قلت هذا الذي يكثر فيه المبادرة إلى الفعل الحسن نعم يكثر فيه الصدقة يكثر فيه يعني كل العلاقات الطيبة التي تجعل الناس يتحبون أي إذا كان الطفل أو الشاب أو الفرد بصفة عامل لأن الأرهاب لا يمارسه الفرد الطفل يمارسه حتى الكبير يمارسه كل من يشعر أنه منبوذ في المجتمع فلابد أن يقوم بهذا العمل أولا من باب رد الفعل ثم من باب أن يقول أني هنا انتبهوا إلي فإذا كنا نحن شاعرين بهذا الأمر في كل مستوياتنا أنا أعطيك مثال واقعي أعرف أشخاصا مربين يأخذون أبناءهم أو تلاميذهم في موسم رمضان إلى دور المسنين ليخدموا هؤلاء المسنين تصور أطفال في العباد والابتدائي يذهبون لتوزيع الأكلة ويجتمعون بالمسنين وينشطون لهم حفلات هذا ماذا تنتظر منه تنتظر منه أن يكون شخصا اجتماعيا نافعا أما إذا أشعرناه بأن الجميع أعداء والجميع خاطئون إلا هو فسيرد الفعل في ذلك هذه أعتقد بعض جوانب يمكن أن نقطع بها أمام الإرهاب قبل أن يتعظم أو قبل أن يصبح كارثة اجتماعية وكارثة دولية تعاني البشرية ويلاتها بالإضافة طبعا إلى الجهل وغياب البعد التربوي وغياب البعد الروحي وغياب التأطير الاجتماعي وغياب كل ما يمكن أن ينفع الإنسان فهذه عناصر إذا اجتمعت لا قدر الله لا ينتظر منها إلا أن تكون عناصر رد فعل سلبي في هذا الجانب نعم يعني القدوة الحسنة في نهاية الأمر هي الأساس الأول بالذات للقطع مع الإرهاب من خلال تربية أبنائنا على هذه القيام النبي لا وأكيد أن المدرسة لها دور المعهد له دور يعني كل الأطراف لها دور في دعم هذه القيام بمكافحة الإرهاب نعم ما رأيك دكتور في كلمة الخدام الأرهاب في كلمة ليست ظاهرة مسقطة من كوكب آخر هي ظاهرة بشرية إذا لم تعالج هذه السلوكيات وهي ناشئة تعالج في إبانها ستتعظم في الزمان وفي المكان وتجد من يغذيها لترتد بالوبال على المجتمع المجتمع الذي يحترم نفسه لا بد أن يقطع أمام كل سلوك سيئ بالكلمة الطيبة وبالفعل الحسن وبالقدوة ثم أخيرا قد يأتي التعزير أو الزجر أما أن نرد الفعل مباشرة فكل حركة فعل لا بد أن تولد رد فعل أعنف منه فليكن فعلنا لطيفا لتكون نتائجنا ألطف إن شاء الله شزاك الله ألف خير دكتور لما تفضلت به سدتي الكرام شزاكم الله خيرا لمرافقتكم لنا ديننا الإسلام إذن هو دين السلم وسلام دين الرحمة دين الرأفة بالآخرين التضامن والتآلف فلنوطد جسور المحبة بيننا وبين الآخرين في هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي قال عنه العلماء شهر الرحمة وشهر المغفرة والعتق من النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه يا رب يا رحمان يا ودود إليك نرفع أيدينا في هذا الشهر العظيم خاشعين لعظمتك اللهم نور قلوبنا بحبك ولين ألسنتنا بذكرك وأنر عقولنا بتلاوة قرآنك